لماذا يتم التحقيق مع أي إنسان، أي مواطن، أي شرطي، أي موظف دولي يرتكب جرم ما عدمه عن محققي الشباك؟ هل يعقل؟ وهو موظف عادي، موظف عادي يخضع للقانون حسب قانون الشرطة، محقق المخابرات الإسرائيلي هو شرطي ويجب أن يخضع لنفس الأنظمة التي يخضع لها الشرطي أثناء ارتكاب مخالفي اشتركوا في القناة